وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك رسالة إلى لهمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غتريش بشأن تطورات الموقف من اختطاف ميليشيا الحوثي لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر وعرض رئيس الوزراء في الرسالة الاتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية موضح أن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة ولا يرغى لمستوى الخطر التي يتهدد حياتهم وحريتهم اشتركوا في القناة